السلام عليكم مرحبا بكم في قناة شهوات الدار مع ايمان كنت من تكونوا بألف خير اليوم اجبت لكم وجبة غادة هنديروا سمكة مع مرة بالروس ومرافقة للخوضر هانتوما معايا باش نشوفوا طريقة ديال تحضير ديالها بسم الله على بركة الله انا اخذت هناي واحد السماكة وحليتها من الوسط ونضفتها من الداخل مزيان وغسلتها بالحامض عندي هنا مقطع دوائر حامض مقطع دوائر واحد نصف كس ديال روز لقشومة الملحة وعندي ثم واحد بتعطى مسلوقة مقطع دوائر ربعة درسة ديال تومة عوض ديال الكرافز عندي ففلة حارة وعندي الحامض باش نعصره عندي هنا معلقة كبيرة ديال الكرافز مقطعه والخل وقصبرهم مع دنوس فرفلة الوان كيف ما كتشوفوا وخيزهم قطع دوائر حتى ومسلوق مع مليحة والتوابيل ديال السامك باش غادي نوجدو الشرمولة ديالنا هنا بسم الله غنبدا وهنا نستطيع لكم نصف كاس ديال زيند الزيتون غنبدا وهنا يا على بركة الله غنبدا ننطيبو الشرمولة ديالنا ديال الحوت اللي غنعمرو باع الحوت ونيت غادي نرافقو بها ما تبقى منها غادي نرافقوه الخضر ديالنا هنا درت القصبرهم مع دنوس مقطع ودرت معهم معلقة كبيرة ديال الكرافز حتى وما مقطعين كتجي لده ديالهم زوينا وبنينا عربعة ديال الفصوص ديالتو محكيتهم عندي هنا معلقة كبيرة ديال الخل هنا غنعستر واحد ربعة ديال الحامضة اللي كنت خليتو من هديك الحامضة مقطع دوائر ضروري الحامض كيتلقى لنكهة ديالو والبنة ديالو في السامك كي جيزوين هنا غادي نضيف التوابيل دولي من حول البزار والكامون والسكنجبير والخرقوم والبزار حتى هو وغادي نخلط الكل هنخلطهم مزيان راكم عارفين الشرمولة ديال الحوت كتبغي مزيان يكونوا التوابيل كتار وكتبغي التومة باش كتجي بنينة هنا غنضيف نصف الكمية ديال زيت الزيتون غا خلي غير واحد شوية باش غادي نرشو من الفوق ديال السماكة هنا تختاروا اي حوتة تعمروا باعم ماشي مشكلة هنا عندي واحد الكاس ديال الماء غادي نستعمل غير النصف ديالو وغا نخلي الشي الاخور توي غا تلغا نزيدو فالاخر هنا هيا هيا بدا سكت تجمع لي الشرمولة ديالي حركة جيدة مزيان حتى يتجنسوا جميع المكونات باش غادي نعمروا الحوتة ديال هنا غادي انا استعملت هاد المول ديال الزجاج وولا غادي نصيف فيها الوجبة ديال الغدا ديالي هنا غا ناخد الحوتة غادي نحاول نفلحها بالموز باش ديال دخل فيها العطرية الداخل كيف ما كتشوفو هنا هي الحوت على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم متوفرين تقدرو تدير وجوش ديال الحوتات انا هنا اخترت غير وحيدة كبيرة تبارك الله ها را فيها اه كيلو اللارو بحلاكك هنا غادي نحاول ندخل فيها العطرية اه شرمولة ديالنا اللي درنا بالعطرية هادي ندخلهم فدوك الفليحات مزيانين باش غادي تشربهم الحوتة ديالي كيف ما كتشوفو وغادي ندخل حتى من الداخل ديال السماكة حتى هي غادي نعمرها بالشرمولة واخر غادي نضيفو لها اه الروز تهي خصة عمر باش تشرب مزيان هديك الشرمولة تشربها مزيان وجينا بنينا هانا غادي ناخد الروز كانت عندكم الشعرية الصينية وبويتو تخلطوها مع الفترة المعلب ولا مع شامبينيون نواغ حتى هو فترة الاسود حتى هي كتجي زوينة وللا كانوا عندكم شي اه شوية ديال ديال الكروفيت هانا خديت الجوج معالقة ديال الشرمولة وعمرتهم اه خلطهم مع مع الروز باش يطلق تول بنا ديالو باش يجيب منين الروز هانا درت غادي نصف كاس وانتوما مل احسن انا بضعف ليا تومما مل احسن ديرو غاير ربع ديال الكاس ولاجه تشير بعاط المعالق صغار كبار ديال الروز هانا انا درت نصف كاس واضعف بزاف وجاتني كيميا كتيرة صراح مرة جاية غادي نقسم الكمية ديال الروز هانا غادي نجمعها بالكوغدة كيف ما كتشوفو غادي نستف الخضره ديالي غادي نضيف هدك شوية ديال الزيت زيتون مشي كامل غادي نضيف غير شوية ونخلي منو شوية كيف ما قلت لكم تنديرو من الفوق هانا غادي نستف هديك البتاعتها لمقطع دوائر ومسلوقة في الماء والملحة ضروري بش كتلاق هديك البنة الملحة كت نديرو الملحة ضروري بش كتجينا الخضره بنينا هنا انا استفتوا ما الكيميا اللي بغيتوا اللي متوفرة عندكم ديروها هنا انا كن وراكم غير في الطريقة كيفاش تخدموها طريقة اقتصادية وخفيفة وكل شي كيعرفها هنا ضفت خيزو مقطع مكعب دوائر ومسلوق حتى هو في الماء والملحة وغادي نفرش فوق منهم لديك الفلفلة وبطبيعة الحوثة ديالي حطيتها كيف ما كتشوفو وهنا ايا غادي نفرش هديك الفلفلة الوان ونفرشها فوق الخضرة وفوق حتى السماكة غادي نكمل هنا تستف ديال الفلفلة كيف ما كتشوفو اتعطي واحد المنظر زوين هنا غادي نتبعه بماطيشة دوائر انا اختيت غاية ماطيشة واحدة كبيرة وقطعتها دوائر يكون ارقاق وهنا غادي ننزوق بالحامض دوائر ديال الحامض وبنسبة لديك الشرمولة اللي بقتلية كيف ما قلت لكم غادي نحركها مزيان وغادي نضيف لها داك شوية ديال ما اللي بقى بسعافي انا ما كان ضيفش لما بزيف ما كان ديرش لما كتير حيث كان عرف رماطيشة كطلاق ويعني الخضر كلهم كيتلقوا المادية لهم ومن الاحسن طيب في هاد المادية الشرمولة اللي كيكون ديجا بنين بالعطرية المكوينة ديال العطرية اللي درنا فيهم والما بزيف ما كيجيش في الحوت اللي كيدخول الفران هنا اه درت سادك شوية ديال زيتون اللي بقى عندي كيف ما كتشوفوا هنا اللعطة ديالي ها هي قريبة توجد نكملها غادي نضيف الفلفلة حارة مزيودات وهناي عندي هنا يا ازيتون بلدي مرقة ديال الدار هو اللي غا نستعمل اه تزيين من الفوق حتى وكي تلقي البنة دياله زوانة هنا غادي نصدها اه بالورق الومينيوم بابيا الومينيوم غادي نغطي عليها كاملة باش غادي ندخل ها الفران اللي غا يكون سخون ديجا سخون من الفوق ومن التحت وغا نعود ندخلها وغا نخليه من الفوق ومن التحت باش طيب لنا السمكة دياله والخوضر يعودوا يطيبوا ديجا را طيبي ننص طيبة بتعطيه وخيزو هنا غا ندخل ها الفران طيب واحد نصف ساعة ونشوفو شكل نهائي هاو شكل نهائي ديال السمكة دياله دياله معمرة بالروز وبالخوضر مرافقة بالخوضر كيف ما كتشوفو هدا والغداء ديالي انا رافقتو بش لادة عادية ديال الخصو ديال المطايشة والخيار وصيبت عاصر ديال البربة ودليمون وخيزو نتمنى هاد الفيديو ان شاء الله يعجبكم وهاد القصير راح ديال هاد الوجبة ديال الغداء اه تعجبكم كيف ما كتشوفو اه شكرا لمشاهدة ديالكم وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وكنتمنى قاعد الفيديوهات يعجبكم وان شاء الله الى فيديو قادم مرحبا بكم في قناة شهوات الدار مع ايمان شكرا لكم